مرحبا بكم في قناة تحفتيو عمار بن جامع في موقف تاريخي يساند ويفجئ أنطونيو جوتيريش وهكذا دخلت الجزائر بقوة لحمايته ودعمه وردت فعل 193 دولة على القرار الجديد بداية عمار بن جامع وفضل الأزمة والحملة الكبيرة التي طالت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسبب موقفه ودعمه لمسارات وقف الأحدث والإدانات وكذا دعمه للجزائر وكل مشاريع قرارات بن جامع وأي دولة تكون تدعو وتخدم السلم الجزائر ترد الجميل وتكافئ أنطونيو جوتيريش والآن أيضا إعلان جزائر رسمي بحماية ودعمه بقوة والمنتظر أيضا أن يرفع عمار بن جامع بقرار لحماية الأمين العام جوتيريش من أي حملات تجويه داخل أمم المتحدة ومن أي ضغط ممنهج حيث عبر مندو بالجزائر دائم عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع بلبنان عن تضامن مجلد الجزائر تامع الأمين العام أنطونيو جوتيريش وهذا بعد تصنيفه كشخص غير مرحب به وتصنيفه دمن الأعذاء من الطرف الآخر وذلك التصنيف وضعه ضده لكونه لا يؤيد استمرار الأحداث في القطع والتي ساعيها في أي مكان ويندد ويدعو بشدة للجنوح نحو السن فورا كما له مواقف قوية وسرقية مع الجزار إذ يمتلك علاقة قوية مع رئيس عبد المجيس بون بالخصوص ومع أسداد دبلوماسية أحمد عطاف وعمار بن جامع والمساندة الجزائرية كانت في وقتها لهو مؤثرة بالنسبة له لتشجيع باقي الدول بالخصوص لاتخاذ نفس الموقف ساريان وتوفر حماية للأمين العام وعدم السماح بتشكيل أي ضغط عليه لضمان السبرار الحيادية وشفافية والصدق كما هو معروف عليه جوتيريش لهذا أعجب كثيرون بدعم عمار بن جامعو الجزائر لجوتيريش في مرافعة هذا من أجل توفير المزيد من الحماية والإصلاحات في مجلس لامن خاصة وأن الجزائر طرحت مشاريع قرارات إصلاحية بالخصوص ضد ما وصفته بالغير عدل من حق النقد الفيتو فالفيتو التي تستخدمه دول محدودة مهيمة عالميا دائما ما تفشل مشاريع قرارات كانت لتحفظ السلم لو طبقت إلا أن الفيتو عندما تستعمله أي دولة الفيتو تفشل أي قرار حتى لو صوتت عليه كل دول العالم الأخرى هذا وأشار مندوب الجزائر دائم عمار بن جامع أن عجز مجلس الأمن على تحرك وتصرف كان له ثمن واضحا وأضف مندوب الجزائر عمار بن جامع أنه لا يجب أن يكون أي أحد فوق القانون والمساءلة مشددا على ضرورة تقضي الرجل المخلص كوتيريش وعدم الإساءة خطوة تاريخية والسدنائية من الجزائر تفرح أغلب دول العالم وهذا ما طرحه بالدفط عمار بن جامع لتغيير مجلس الام مع عرضة فعل 193 دولة عند طرحه ولماذا دول الفيتو رغم كون القرار لن يخدمهم لن يعرضوا بداية مع الخطوة التاريخية والإستنائية من الجزائر التي قال عنها عمار بن جامع أنها خطوة مشروع قرار يعتبر خطوة طبية لمعالجة مجلس الأمن من موارده المستحصي وأن الإصلاح المرجو تحقيقه من شأنه أن يعيد لمجلس الامن دوره الرئيسي ويكون فعالا وليس كما هو حاليا من ضعف وهوان وبدون أي تاتير إذا عاد مجددا عمار بن جامع لترح مشروع القرار الذي وصفه بالمهم مع فرحة كبيرة دولية خاصة مع قيادته لحشد دولي وساجدا من كل دول التي توافقها ومقتنعين بأن مجلس الأمن بات في أضعف مراحلها بسبب ما يسمى بحق النقل الفيتو فالفيتو الذي تمتلكه دول قليلة جدا حق استخدامه في مجلس الامن يقول عمار بن جامع أن هذا الأمر هو أكبر عائق في مجلس الامن وأنه حان وقت التغيير الجدري بإجراءات إصلاحية جدرية تجعل من الفيتو غير قادرا على تعطي القرارات مجلس الامن التي تتخذ بالإجماع وتكون ذات أهمية عالية وإلا فإن مجلس الأمن حسبه لن يستطيع التأثير في أي حدث الآن ومستقبلا فكما تعلمون الدول التي تمتلك حق النقل الفيتو لو صوتت كل دول العالم والدول الأعضاء بمجلس الامن لصالح أي مشروع قرار يطرح داخل مجلس الامن لن يمرر في حال قامت ولو دولة واحدة من دول الفيتو بالاعتراض والتصويت ضد القرار وهو ما شاهدناه في أعدة أحداث حول العالم ولس بالقطاع فقط كثير من المشاريع تفشل ولا تمرر قرارتها رغم أهميتها بسبب تصويت فردين من دول الفيتو واحدة لهذا يهدف عمار بن جامع بمطلبه ومشروعه الأخير لإقرار إصلاحات واسعة داخل مجلس الامن فأغلب دول العالم أيدت مشروع القرار الجزائري ودعوا لإصلاح مجلس الامن بينهم أيضا حتى الأمين العام أنطونيو بوتيريش الذي يدعم المبادرة خاصة وأنه مقتنع تكل دول بأن مجلس الامن باته فقل لكل قوته وليس له أي تأثير بسبب ما يسمى بالفيتو لهذا الإصلاحات التي تهدف لها الجزائر بمجلس الامن حول الفيتو من شأنها أن تحل مبتغا لإجمع الدول وتحل مشاكل كثيرة ويكون مجلس الامن قادرا على إصدار قرارات حاسمة وحلول ويفرضها دون أي عوائق كما يحدث حاليا فسعادت وفرحة وتفاؤل أغلب الدول بمجلس الامن بالخطوة والمبادرة الجزائرية وأكدوا أنهم يعتقدون أنها ستشكل قفزة تاريخية في مصار مجلس الامن وجاءت لأهمية الخطوة التي تم وصفها بالأهم على الإطلاق فلو كان حسبهم الإصلاح مطبقا من قابلة لكان الوضع الآن مغير تماما ولكنت قرارات مجلس الامن طبقت من أول الأحداث وفي العديد من القضايا ولكن الوضع مستقرا وتتخذ الحلول في البدايات لأي أحداث وليس في آخرها بل وأنها لم تعد ذات فائدة كما أنه في مدخلات عمر بن جمع القوية مع أحمد عطاف وزار الخارجي الجزائري بمجلس الأمن الدولي خلال مناقشات مفتوحة رفعة المستوى حول القيادة من أجل السلام أوضح أن هذه المرحلة تصلت الضوء على الأزمة الحادة التي تطول العمل الدولي متعدد الأطراف ومصار يرافقها من تحييد وتغييب بل وحتى إقصاء لدور مجلس الامن مضيفا أن هذه الأزمة عد من تقديرنا الأسوأ والآشد في تاريخ منظمتنا الأممية بالنظر لجسامات تجليتها على مختلف المستويات وعلى أصعير عدة نلاحظ بكل قلق تساعد منطقة وزن القوى وعودة النسعة الأحادية والفردية والإنطواء على الدات على حساب نهج تعددية الأطراف وأكد عطاف وبن جمع أن مجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمة وترك ميها كبنود قادرة ودائما تتجدد على جدول أعماله دون أن يكون له أي قرار حاسم وفي هذا الصدد أكد عطاف أيضا أن الجسار تسجل بكل حصر شحو عقم المبادرة دولية رامية لحل هذه الأزمات والقضايا والأحداث العلقة فدل الإضعاف اللافث لمنظمتنا الأممية في المشهد الدبلوماسي العالمي داعيا إلى تحسين تنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن دوليين والوجوب أن يكون الأمن العام للأمم المتحدة بصفته المشرف الأول على منظمتنا هذه والمسؤول الأول عن أدائها في الأمن اللام له الحرية الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعى دبلوماسي يصب في خدمة السلم والأمن الدوليين وفي الأخير أكد أحمد عطاف وبن جامع أن إصلاح مجلس دامن يجب أن يكون عبر ديمقراطة أساليب عمله وتوسيع العضوية عبر تركيب أو ستكون أكثر تمثيلة للمجموعة الدولية في المرحلة الرهنة لماذا وصف بالأهم والمصير لعمار بن جامع ويصنع الحالة دوليا فهكذا قرر المجازف ويتلقى أمرا عجلا من الرئيس بون أمام 194 دولة بداية ومع الخرجة والخطوة التي وصفت بالأهم في مسيرته مندوب الجزائر عمار بن جامع لأهميتها وحساسيتها وتوقيتها فالآخر ومع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالرمي بكل دقة الدبلوماسية الجزائرية في مجلس دامن لرفع التحدي والرمي بمشروع قرار حد وصارم فريد من نوعه من عدة جوانب يحملها سواء من الإدانة إلى عرض الحل وطرح أليات فرق القرار المنتظر الخروج منه عند طرح مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن للتصوص عليه فهذه المرة لم يصرق عمار بن جامع أي مجال أو